اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الانبا كراس ولد في 10 ديسمبر سنة 1958 في قرية الجزائر مركز ساملوت محافظة المينيا التحكى بدير الانبا ساموئيل المعترف بجبل القلمون ثم ترهب باسم الراهب ماتياس الساموئيلي في عام 1983 انتقل الى دير العزراء المحرك عام 1989 واخذ هناك اسم الراهب صرفيم المحرقي حصل على بكالريوس العلوم اللاهوتية والماجستير في تاريخ الكنيسة من معهد الدراسات القبطية صار وكيلا عاما لإبرشية نقادة وكوس منذ عام 1991 حتى عام 2013 ميلادية سيمة أسقفا عاما بيد البابا تودرس الثاني في 16 نوفمبر 2013 وتولى الإشراف على إبرشية المحلة الكبرى تولى مسئولية مقرر مساعد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة إدارة الأزمات المنبسقة منها تنيحها في الرب يوم الأربعة 13 أكتوبر 2021 ميلادية عايزين نسمع من نيفتك سيدنا كلمة عن الأنباء كراس أسقف عام المحل شكر قوي قدسك بتحلينا الفرصة أن احنا نعبر عن مشاعرنا يعني محبوب للكل آه جدا الحقيقة نيفت الأنباء كراس كان راهب أنا شفته هو راهب كان وكيل مطرنية نقادة وقوس وشفته هو أسقف آه أقدر أقول أنه احتفظ بالفكر الرهباني في حياته مشان كده كان دائم الصوم والصلاة وكان نادر لما يهتم بالأكلة والحاجات دي يعني وصلواته كان لها فعل في حياة كثيرين الحقيقة احنا بنفتكره بكل الخير يعني بقى شفيع لينا في السماء وكل أب زي نيفت الأنباء هيدرا ونيفت الأنباء كراس والأباء اللي ودعناهم آه كلهم جربوا الرعاية وألام الرعاية ومتعبها والصليب اللي فيها فلا شك أنهم يعني هيساعدونا في الرعاية آه أنا وكل إخواتي في المجمع المقدس كلنا محتاجين مسندتهم وشفعتهم وصلواتهم لينا قدام ربنا آه سيدنا هو طبعا يعني آه سيدنا مصلة رحمة الأنباء كراس أثر في الناس كتير قوي من خلال آه كلماته النفذة للقلب اللي طلع طلع من القلب وصله للقلب فعلا والميديا يعني وصلت لنا حاجات كتيرة قوي عنه مش بس أحباؤه في نقادة وخقوص أو أحباؤه في المحلة لكن فعلا أحباؤه في كل مكان عرفوا مين هو الأنباء كراس هو دايما النور بينتشر هو دايما المحبة غالبة يعني تنتصر على كل حاجة فهو قدم المحبة فكان نور يعني فعلا زراعة الحب صعبة لكن حصاد الحب مفرح يعني أكيد هو تعب علشان يزرع الحب في قلوب الناس لكن حصده بقى مضاعف ومفرح يعني فرحان بالحصاد الجميل اللي حصده نتيجة محبته اللي زرعها في قلوب الناس يعني يعني فعلا هيظل الحصاد كثير إنه هو الزرع بتاعه فعلا كتير جدا ربنا يستجيب لصلاواته من أجلنا هو بيشفع فينا دلوقتي السماء وأعزائي مشاهدين سيدنا الأنباء بن يمين كان بيكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن صلاة باكر ومزمير صلاة باكر نهار ده بنعمة ربنا أرشاد روح القدوس سيدنا يكلمنا عن الإصحاح أو المزمور الخامس والسادس الصلاة عموما يا سيدنا يعني فيه أقوال كده جميلة عن الصلاة القديس باسيريوس الكبير يقول الصلاة هي الاتصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ولا التراب جميلة أو العبارة دي لأنه فعلا الصلاة حياة وحياة الإنسان الطبيعية بيمر بمشاعر كتير مختلفة يعني يعني مرة يبقى متضايق مرة فرحان مرة حزين على فراق أحد أحباؤه مرة بيعاني من مضايقات حد أو ربنا نصر على يعني مضايقية فالمشاعر دي كلها موجودة في المزامير لأن داود النبي تعرض لها ايو كإنسان اطلع مشاعره في المزامير طبعا هي موحى بها من الله ومعروف إن ربنا بيحترم مشاعر الإنسان يعني ممكن لو حد شخص بيقوله إلى متى تنساني هيتدايق منه يقول له يعني ليه تقول كده ليه تقول إن أنا نسيك لك ربنا ما بيزعلش سايبو يعبر عن اللي هو عايزه آه كان مرة خدست البابا شمودة ربنا هنايح نفسه وينفعنا بصلوته مرة قال كده مفروض الإنسان يقول إلى متى يا رب أنساك لأن اللي بينسى هو الإنسان حتى كلمة إنسان من نسيان فمش ربنا اللي بينسانا احنا اللي بننساه هو حاضر معانا دايما وحاضر فينا دايما ومستعد يعمل كل حاجة بس احنا ساعات ما بنحسش به كأنه مش موجود عشان كلا بنقوله إلى متى يا رب أنساني آه يعني الحقيقة كويس إن ربنا قبل من داود النبي التعبير دايما لكن هو ربنا بيحترم مشاعر الإنسان وبيحاول يرد عليها ويسعده وعلى قدر ما يستطيع بطريقة أو بأخرى يعني كربنا حاسس بينا يعني برضو جملة جميلة يقول الله يسمع الأنات قبل الكلمات يعني المشاعر الأنات يعني الأنين الداخلي الله يستمع إليه قبل أن يستمع للكلمات عزيم المظهور الخامس سيدنا هو داود النبي قاله هو مليان مرارة من أخي طفل أيضا ومن شابه أخي طفل وكلنا ممكن بيكون بنعاني من المرارة دية الناس مثلاً اللي كانوا أصدقاء مخلصين بعد كده بقوا يعني شبه أعداء سيد المسيح برضو تعرض لدوات مع تلميزه يهوزاً هيقول لأنستي ربي لكلماتي واسمع صراخي ازغي إلى صوتة البطي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب بالغداء تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني هو فيما كان بيقول ربنا اسمع صوتي يقوله أنك بتسمع صوتي يعني يقولها ويرجع يتراجع فيها يعني ساعات الواحد يبقى مدفوع أن يقول شعور معين بينما يتراجع بعدها لما يفتكر اللي ربنا عمله معاه أنا بقوله ربنا اسمعني ده بده هو يسمعني على طول بس إمت أنا بتكلم معاه هي دي المشكلة يعني ساعات الإنسان يلجأ لقوة أخرى شخصية أو فكرية أو علاقات خاصة يستعين بناس ويسيب ربنا حلو أن الواحد برضو يستعين بالناس ما فيش مشكلة لكن ربنا هو الأساس لأن يقول لك ده الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصر فربنا دوره ما قدرش حد يتجهله واللي يتجهل دور ربنا يعني هيخسر كتير قبل أيه بيقوله بالغداء تسمع صوتي يعني في الأول قاله انسة يا رب الكلماتي وقاله اصغي إلى صوت البطي وقاله يا رب بالغداء تسمع صوتي بالغداء يعني باكر يعني في أول اليوم والناس لسه نايمة يعني الواحد لو كلم حد نايم مش هيسمعه لك ربنا ما بينامش فيسمع في كل وقت الإنسان دايما محدود يسمع إمتى وما يسمعش إمتى لك ربنا غير محدود يسمع في كل وقت يعني واحد عشان يتقابل مع شخصية كبيرة لازم يتصل بسكرتاريا ويعرف ياخد معاد لكن مع ربنا لا في سكرتاريا ولا في معاد ولا في حاجة على طول دايركت مع ربنا يعني وده يمكن يا سيدنا برضو يعني داود النبي بيقوله بالغداء أقف أمامك وتراني أو تسمع صوتي وتراني يعني بكرة برضو هتكلم معاك وبعد بكرة وهكذا يعني وعد من داود أنه هو كل يوم الصبح يتكلم مع ربنا ممكن تبقى كده فعلا لكن يعني المعنى اللي واصل من الكلام أنه كلما يبكر إلى الله يجدهم انتظروا يمكن لو لوحد بكر لشخص بيلجأ له هايلا ينايم لكن أو محتاج راحة يعني لكن ربنا مش محتاج راحة ولا بيتعب ولا بينام ولا بينعس ولا بينسى ولا بيتغافل عن حد يعني الغفلة مش عندي ربنا خالص إحنا اللي عندنا العاجات الغداء يعني هي باكر زي من يفتك قلت لكن برضو هي إشارة لعهد النعمة يعني فيما بعد في العهد الجديد عهد النعمة ممكن برضو معنا جميل لأن داود النبي كان رمز وقد صورة عن إنسان العهد الجديد اللي دايما متصل بربنا اللي تجسد وقرب من الإنسان واخد صورة إنسان داود النبي كان مثال جميل قوي للشخص المرتبط بالله والمحب والمتواجد معه باستمرار مش عايز يسيبه وكي الكلمة طلعة واسعة جدا ووصية واسعة جدا فبالغداء كمان توصل لحد الحياة الأبدية صحيح توصل لعهد النعمة وبالغداء ينوض برضو الحياة في الأبدية في الحياة الأبدية أقف أمامك وتراني بس مهم الإنسان يفتكر دي وهو في حالة مالوش نفسي يصلي نفسه مكسورة من حاجة مالوش رغبة إنه يتواصل مع الله أو يقس صلى كتير من أجل شيء وربنا مش شايف إن الوقت جه فهو ربنا ما يتأخرش لكن له توقيتاته المزبوطة يعني يعني ربنا إدى لإبراهيم إسحاق هو عنده مئة سنة بعد انتظار خمسة وعشرين سنة يعني بس جه في وقته عشان كده الإنسان ما يصحش يعدل على ربنا يعني يعني الإنسان محدود ما كنت بقوله ربنا غير محدود مين يعدل على مين مين شايف أكتر مين اللي حاسس أكتر مين اللي يعرف أكتر وعش كده أبرد هنا سيدنا داود النبي ورغم أنه هو ملك لكن بيقوله اصغي إلى صوت البطي يا ملك أنت ملكي أنا ملك أرضي ونسي حكاية الملك ديت الواحد ينسى بقى أي حاجة هو فيها أي رفعة أرضية هو فيها وقدام ربنا يقوله يا ملكي حلو قوي أن ملك أرضي يلقب ربنا بالملك السماوي يعني حاسس بعجزه قدام مواقف لأ ربنا ما عندوش عجز قدام مواقف حاسس إنه مش قادر ياخد قرار في أمور معينة لأ ربنا يقدر ياخد قرار في كل الأمور فهو شايف ربنا الملك الكبير اللي هو بيمثله يعني ملك كده صغير أرضي محدود لك ربنا كملك سماوي غير محدود ودايما فعله دائم لا يتوقف وهنا برضو يعني نديه ربنا يا رب ويقوله يا ملكي يقوله يا إلهي وكل دي إشارة أيضا للسلوس الكدوس يعني ممكن وكمان هو يعني زي واحد بيسمي شخص بالصفات جميلة أصلي ملك ده مش لقب ملك يعني يملك يملك القرار يملك القيادة يعني يملك فهي مش مجرد كلمة فالملك اللي له سلطان يعني يعني كان داود النبي يعرف كويس قوي سلطان ربنا وإزاي سلطانه قوي على كل سلطان يعني في العهد القديم كان الشيطان له سلطان كان بيسموه رئيس هذا العالم لكن يعني داود النبي لم يشعر يوما أن الشيطان له سلطان عليه لكن ربنا الملك هو صاحب السلطان يقول لأنك إله لا تشال إثم ولا يسكنك من يصنع الشر ولا يثبت مخالف النموس أمام عينيك الجزئية دي بقى جميلة قوي في أنه بيقول له لا يمكن هتنصر إنسان شرير يعني مش ممكن إنسان يصنع الشر ويبقى مقبول قصادك يقول له الصلاة الشرير مكرهة الرب يعني مش ممكن ربنا يسمع لإنسان شرير إلا إذا كان تائب لكن شرير ورفض التوبة لا يمكن ربنا يسمع له شكرا نبقى حارسين باستمرار أنه طول ما إحنا هنقف قدام ربنا نكون في حالة استعداد وندم على خطيانا وفي حال التوبة بالضبط هي دا الباب أو مفتاح الباب اللي دخل الإنسان للحضرة الإلهية التوبة نقولها بقى تاني دعنك إله لا تشاء الإثم يعني الإثم أو الخطيئة لا تدخل في إرادة الله يعني لو إنسان بيصنع شر بإنسان آخر لا يمكن ربنا يقول له كده يقول له عمل كده مش ممكن يعني ساعات ناس تنسب لربنا أخطاء بيعملها ناس لا خالص الله لا يشاء الإثم ولا يساكنه من يصنع الشر كان حدت ظلم مثلا في الدرجة بتاعته في الامتحان في السنوية العامة مش عارفية ليه يا رب كده ليه يا رب كده هو ممكن يكون فيه ظلم بس دا مش من الله نا طبعا وربنا ما قبلوش كل شيء بيسماح من الله لكن مش هي دي إرادة الله مش هي دي مش هي دي الله صح نظبوط لا يشاء الإثم ولذلك الإنسان اللي بيعمل خطيئة لازم يعرف أنه مش هيقدر يبقى في حضرة ربنا بقى إلا بالتوبة والله يساكنك من يصنع الشر دي نقطة خطيرة يعني عايز يقول له رب أنا عشان كده قاله بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد خدام هيكل خدسك بمخافتك يعني التوبة هي اللي اتدخل الإنسان إلى حضرة ربنا فالباب ده مفتوح باب التوبة مفتوح الشيطان بقى بيعمل حكتين وحشين قوي يغري الإنسان لكي يسقط في الخطيئة وبعدين يصعب عليه التوبة عشان يسقط في اليأس ودي سلمل دي يعني الشيطان ما يفرحش بس بإن الإنسان يعف الخطيئة لا إن الإنسان ييأس من التوبة دي بقى سعادة الشيطان المستمرة يعني إنه يكلبش الإنسان ويبقى تحت سلطانه بس واليأس هو أكثر شيء يخلي الإنسان تحت سلطان الشيطان لأن اليأس فقد رجاءه في ربنا خلال فقد رجاءه في ربنا وحتى فقد رجاءه في اللي حواليه لكن كل ما الإنسان يتمسك بالرجاء كل ما يحصل النصرة اللي هو ممكن يكون بيتمنى والرجل الدماء والغاش يرزله الرب الرجل الدماء هنا هو في الموقف بتاع داود هو أخي طفل والمشهورة البطيلة والكلام ده كله وعلى المستوى المسييني وقت المسيح ده ممكن يكون اليهود اللي صلبوا السيد المسيح ولو على بعد أبعد من كده هو ضد المسيح بقى اللي هيجي فيما بعد كل دولة تسمهم رجل الدماء والغاش رجل الدماء معناها أنه بيحمل دماء من أعصرهم ومن أخطأ في حقوقهم يده مليانة دماء عشان كده داود النبي كان يقول نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي يا ما تخلنيش مسؤول عن دم حد يعني لما يهلك إنسان بإرادته فدمه على رأسه ودايما برضو الأسقف والكاهني يصلي يقول له رب ما تطلبش دم حد من إيدي ارشدني وأنا تحت أمرك بس ما تطلبش دم حد من إيدي أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك أنا ما استحقش وأسجد قدام هيكلك أو هيكلم قدسك بمخافتك يعني في الطبيعي أنا ما استحقش أبدا أن ندخل بيتك يا رب لكن بأدخل حسب رحمتك صح يعني هنا الرحمة بقى الوسيلة اللي تجمع إنسان خاطي مع إله قدوس إزاي يجتمع الله القدوس الذي بلا خاطية مع إنسان خاطي هي بقى التوبة والرحبة التوبة اللي توصل للرحمة فإحنا بنترجى مراحم ربنا باستمرار سيدنا فيه قول جميل برضو لكدسي يحن الدرجي يقول له كل من يتوكأ على عقاز الصلاة لا تزل قدمها وحتى إذا زلت قدمها فهو لن يقع تماما لأن الصلاة سند للسائرين في طريق الطق جميلة يعني بيصور الصلاة ده يعكاز بيحمي الإنسان اللي مش قادر يمشي من السقوط ودي حالة الإنسان اللي الخطيئة تعباه وثقل عليه وهو مش قادر يقاوم يتعكز على الصلاة في العادات الشريرة وفي الصحبة الخاطئة ولما يفوق له روحه شوية كده قول إيه لا أنا بعمله ده إيه ده مين يقدر يقبل كده ربنا مش هيقبل كده فيبتدي بقى من خلال الرحمة يدخل إلى نطاق التوبة فيلاقي بقى باب الرحمة مفتوحه معنا يا أستاذ عماد أستاذ خير أستاذ نور أرهن بيك تفضل معك سيدنا أهلاً أعماد أعماد مستمعاً يفكر أيوة قطعة في الودات من قولها الذي تكفلها وكل رجبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض مين هما المقصود من تحت الأرض شكراً سيدنا شكراً يعني كل الخليق ما في خلائق تحت الأرض جحور آه في الجحور يعني الخليقة كلها تعبد الله اللي في السماء واللي فوق الأرض واللي تحت الأرض كل الخلائق يعني حتى احنا نقول في صلاة الصلح الساكن في الأعالي والناظر إلى المتطامنات كائنات دقيقة لا يعني زي الدودة في الحجر كده اللي هي المخلوقات الحقيرة اللي ما تبنش معنا برضو التصارم أستاذة مريم أهلاً جاب الأيال يبونا أهلاً بيك أهلاً بيك معك سيدنا مطاني سيدنا أهلاً يا مريم لو سمحت سيدنا يعني أنا عايز أعرف صلاة الترحيم دي بتفيد المنطقل طبعاً يعني كان حد مرة شاف والده أو والدته في حلم وهو جاي يشكره أنه طلب من أبونا يعمل ترحيم ليه يعني فيه قصة زي كده كتير ناس كناسيين بيقولوها يعني وناس موصوق فيهم يعني الترحيم مفيد جداً جداً للإنسان لأن أصل لسه الحكم لم يصدر فالترحيم ده مهم أولاً حقيقة شكراً تصارك سيدنا مريم اهديني يا رب ببرك من أجل أعداء سهل أمام طريقك لأن ليس في أفواههم صدق باطل هو قلبهم حنجرتهم قبر مفتوح وبألسنتهم كدغشوا فدينهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤمرتهم وككثرة نفاقهم يستقصلهم لأنهم قد أغضبوك يا رب أنا أخدها من الأول كده يعني مشاعر صعبة قوي عند نوود النبي يعني يقول اهديني يا رب ببرك من أجل أعدائي اهديني ببرك ما دي بقى ميزة إن الإنسان الخاطئ يقرب من الله القدوس من خلال الرحمة فيرى بر الله فالله بار وقدوس ودي أهمية القدوة بقى في البشر برضو إن يكون إنسان بار زي هابيل الصديق كده وزي الأباء الأبرار القديسين اللي ذكروا في العهدين مهم قوي إن الإنسان يحتمي في بر الله من حروب الشيطان يقول رب غطيني ببرك فيبقى محمي من تأثير الخطيئ عليه فربنا ببره وقدسته يعني مجرد يبقى أنا في حضرته في الحضرة الإلهية هستفيد من هذا البر وتعلم منه هنا بمعنى قدني اهديني من أجل أعدائي زي ما بنقول في القدس وهدنا إلى ملكوتك يعني تشي يعني خدنا ميت يعني طريق خدنا لطريقك خاجون يخون خاجون يخون يعني ندخل في طريقك إلى الباب يعني مهمة قوي إن الإنسان يشوف بر الله ويحتمي فيه وطبعا الرحمة اللي زي ما قلنا بتجمع إله بار وقدوس مع إنسان خاطئ باب الرحمة يعني معنا سيدنا برضو أم مناصر ألو ألو أم مناصر ألو أيوة أستاذ عماد ولا مين معنا أنا مناصر أم مناصر أهلا بيك تفضلي سيدنا معاك أكلم سيدنا معاك سيدنا تفضلي أهلا بيك سيدنا نشكر ربنا أهلا وسهلا الحمد لله الله يسلمك لو سمحتك سيدنا أنا عندي ثلاث أسئلة بس هلهم بوجود لنظر نيافتك فضلي أول سؤال في العقيدة في الصلاة أنا بصلي وأنا جاعدة بيها أول ما عشان إنا تعبانا وظهري وجهة أني مش أمزة رجل فضلي بس بصلي ثلاثة وأنا بصلي كده يعني حاجات تدخل كده في دماغي دعبا من الشطان يعني يتقوهني كده في الصلاة خليني أنسى المظرورة لنا البطلية والثاني سؤال عايزة صلى لولادي تعبانين كلهم والثالث سؤال الصلاة عايزة أسهل جولي نيافتك على وإحنا بنسلي في الجدات وبنطب الصلاة عن مزبح يا ترى الملكة بتبع حاضر عن مزبح والصلاة بانطلب طبعا الملائكة في حضرة الله دائما وبنقول على الكنيسة بيت الملائكة السلام للكنيسة بيت الملائكة وانا بطلي وانا جاعدة حرام بس أنا مشاعدة نصدقني في يدي الواحد يرفع قلبه ربنا بصلي ثلاث باكر وساعات بصلي ثلاث النوم ساعات لها بركة بس أنا بصلي ثلاث باكر على طول لا صلي حتى وانت قعدة عشان ظروفك الصحية مفيش مشكلة خالد بركة شكرا ان اتصالك ومعنا وستاذ عماد من القاهرة اهلا بك حبيبي تفضل معك سيدنا اسمح لأكلام سيدنا سلامي سيدنا سلامة نعمة اهلا وسهلا اهلا وسهلا معلش انا ليه سؤالين كده في عجالة يعني طبع طبع السؤال الاول اللي احنا قال لي الاربان اه اللي هو بتقلق اثناء رفع الحمل اه عايز اعرف حانا اسمعت كذا تفسير فعايز اعرف من يافتك هو بيعبر عن ايه ده السؤال الاول السؤال التاني ابصالية الجمعة سيدة الجمعة طبعا هو امالك ابصالية من نسكو اسم ربنا السؤال كل ابصالية الايام بس ابصالية الجمعة بالذات بتقول علامة علامة طبعا يقصد بها علامة الصليب ولا علامة تانية اه علامة الصليب لان اه المسيح صولي بيوم الجمعة اليوم السادس تمام تمام طيب قالي الاربان بقى سيدنا اه قال لي له يا اللي هي بتتقال قبل تقديم الحمل يعني او اسناء تقديم الحمل في الاعياد لان ما فيش صلاة مزامير في العياد الميلاد والغطاس والقيامة عشان كده يقوله قال لي الاربان ساعات او لحن بقوره اه يعني بقى بيدي فرصة لابونا وهو بيذكر التذكرات كلها فالخورس برة ايه بيقول لحن قال لي الاربان عشان يدي فرصة لابونا بقى يقول التذكرات برحن لحن جميل جدا وكلماته رائعة اه قال لي الاربان ده لحن حلو او شكرا ان تصارك سيد عماد اهديني يا رب ببرك من اجل اعدائي سهل قدامي او امامي طريقك لان ليس في افواهي ومصدقهم سهل طريقي اه بالمعنى انه يقوي على المشي في الطريق يعني ساعات الانسان يتعثر في المشي يعني يضعف مش مش قادر يكمل يعني طريق المسيح والصليب طريقي طبعا يعني سهل امامي طريقك ايوه لو الصليب بقى يعني طريق المسيح والصليب او لو في معوقات ربنا يشيلها ربنا يقدر يشيلها يعني في صديق يبقى معوق لصديقه في الصلاة بنا يبعده شوية عشان يعرف في صلي وهكذا يعني في ظروف ساعات بتبقى محيطة بالانسان منعاه ان يصلي فربنا يخلي الظروف دي يعني تتسهل عشان كده يقول له سهل امامي طريقك افتح لي السكة يعني باطل هو قلبهم حنجرتهم قبر مفتوح اه ده على الاشرار وطبعا يقصد برضو الشياطين الشيطان كل كلمة بيقولها الانسان اما اغراء واما حافظ للصلاة للخطية عشان يبعدوا عن الصلاة حافظ للخطية اللي تبعدوا عن الصلاة الشياطين كل همهم انهم يعطلوا الانسان عن وجوده في حياته مع ربنا يشغلوا بكل حاجة من الحاجات الحديثة الموبايل مثلا ممكن يشغل الانسان عن الصلاة التليبيجين والمتابعة لكل حاجة ممكن يعني الحاجات المودرنزم دي الحدافة ممكن تعطل الانسان عن الصلاة وقبر مفتوح يعني قبر مفتوح ما بيتقفالش يعني بيقبل بيقبل موتة باستمرار يحب القتلة الشيطان يعني قتال منذ البدل قبر يعني تفوح منه رائحة الموت ده فم الأصدقاء اللي هم المزيفين يعني فم الأشرار اللي بيعملوا انهم أصدقاء لكن أفواههم قبور مفتوحة بالشر وبألسناتهم قد غشوا فدنهم يا الله بألسناتهم قد غشوا يعني بيقولوا كلام غش مش كلام حقيقي يعني ولا يسقطوا من جميع مؤمراتهم يعني تفشل بقى المؤمرات بتاعتهم تفشل فالشيالها يا رب هو ربنا بقى اللي بيتصدى للحاجات دي مع الإنسان اللي متكل عليه المحمي بيه اللي بيصلي والمزامير دايما تزعج الشيطان لأنها صوت إنسان بكلام موحى به من الله ففي شركة بين الله والإنسان عشان كده الشيطان ما يحتملش المزامير ما يطئهاش يعني يحتملها شابت ناخد فاصل بعد إذن نيافتك سيدنا فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافت الحبر الجليل الأنبى بن يمين مرة أخرى عزيزي المشاهدين مع نيافت الحبر الجليل الأنبى بن يمين عن الأشرار سيدنا كان آخر عدد في المزمور أو خدنا مع نيافتك وفيه برضو قول لقديس نيلوس السنائي يقول إن من يصلون وفي نفوسهم حقد يشبهون من يصب ماء في دلو مثقوب دلو مثقوب يعني كله ريح على الأرض الصلاة ما فيش حاجة بيستفيد بيها يعني ولذلك حفظ الصلاة مش حفظ كلام الصلاة بس لكن حفظ الصلاة من الضايع يعني ممكن الصلوة ما تفيتش تضيع حفظ روح الصلاة وليفرح بباقي المزمور وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يصرون وتحل فيهم ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك لأنك أنت باركت الصديق يا رب كما بترسل مصر المتكلين على الله يعني اللي بيثقوا فيه وبيعتمدوا عليه ودايما عندهم إيمان قوي بعمل ربنا دول المتكلين على الله فيه ناس يتكلوا على قوتهم الجسدية أو البوزيشن بتاعهم المنصب أو كده أو يتكلوا على العيلة والاسم بتاع العيلة والقوة كل دي أمور يعني لها حدود معينة وما تنفعش مع كل الناس لكن عمر ربنا بقى ضد كل قوة الشر يعني الشيطان هيفرق إيه مع عائلة إيه مين والعائلة مين ما يعني يعني أصدي طبعا العائلات على رأسنا من فوق لكن أنا أصدأ أقول الاتكال على غير الله يضيع الإنسان يعني ما يتكلش على حاجة تنقزه أو تخلصه أعي ولك كما بتورس المصرة كلالتان أه تورس المصرة كأن بقى المصرة ريدة ربنا ده زي ما يكون تورس كده حماية أه بس ربنا يرضى بمين بالمتكلين عليه أعي فمفتاح الاتكال على الله هو ده المفتاح اللي ممكن يوصل الإنسان لقوة روحية يعني طوبة لجميع المتكلين عليه المتكلين عليه دولة اللي بيصلوا يقول إن الصلاة تشبه عين ماء في وسط بستان فكل شيء بدونها يابس غير مثمر وكل شيء بواسطتها مظهر مبهج إن الصلاة تحفظ الغروس في حالة نضرة بالضاد يعني أعني الفضائل ده قديس يوحنى زهبيل فهم مناسبة المية السيد المسيح قابل ناس كتير عند المية يعني قابل السامرية عند البئر الماء وكلمها عن الماء الحي قال لمن يشرب من هذا الماء يعتش أيضا لكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعتش إلى الأبد فالسامرية قابلها عند المية المفلوج بيت حزده المفلوج قابله عند المية بركت بيت حزده وكان الشفاء من خلال الماء مش بس الإرتواء لكن الشفاء أيضا والمولود أعمى لما اغتسل بعد ما تفل وصنع تفل طينا وطلع بها عيني المولود أعمى قال له الروح اغتسل فذهب واغتسل وأتى بصيرا فالمية فيها حياة يعني وفيها شفاء يعني الإنسان ممكن يستغنى عن الأكل لكن ما قدرش يستغنى عن المية لأن المية حياة مش كرة يعني أي بستان لازم يروى يعني لا باستمرار البستان بيروية صحيح أي فضيلة محتاجة تروى تروى بإيه تروى بالصلاة والمية بقى بتفكرنا بعمل الروح القدس بنسميه المعزي فما فيش تعزية من غير عمل الروح القدس بنسميه أيضا الملك السماوي اللي بيملك على قلب الإنسان ويحل فيه ويبقى بيملكه يعني عمل الروح القدس يعني ولذلك كل صلاة احنا بنقديها هي موجهة للآب من خلال الابن بعمل الروح القدس وقلت الحكاية دي قبل كده أنا بس بفكرهم بيها وكل عطية هي من الآب من خلال الابن بعمل الروح القدس فالمتكلين على الله ينالوا هذا هذا الشرف يعني إن ربنا بيشبعهم بكل ما يحتاجون وبنصالي بقى المزمور ده في صلاة باكر مخصوص عشان نتذكر المقاومين لنا ونمتلي رجاء بربنا أن ربنا هيسند نفسة الضيقة وهيقوينا على الأشرار اللي بيحاولوا أن هم يوقعون في الخطيئة في هذا العالم وعشان باكر وقت القيامة والقيامة كانت نصرة على كل أعداء المسيح كلهم يعني نصرة على الموت وده أكبر عدو ماش كده؟ طبعا أكبر عدو وآخر عدو يبطل هو الموت وانتصار على اليهود اللي دبروا له المؤامرات وقدموه لبيلاطس الروماني الحاكم الروماني اللي يمثل الدولة الرومانية يعني وكمان كل الناس اللي عيروه عيروا المسيح زي اللص الشمال وغيره يعني القيامة كانت بقى انتصار على كل هؤلاء يعني آم المسيح منتصر على كل الأعداء فالقيامة وقت باكر تحس كده في المزامير فيها قوة روح النصرة وقوة القيامة القيامة قوة ونصرة ايه ولذلك هي حقيقة عشان كده يقوله بالحقيقة تقام دي حقيقة يعني ياريت نعتمد عليها كتير واحنا في التناول مناخد جسد القيامة ودم الصليب دم الصليب تمن الخطيئة وجسد القيامة المحي اللي يحول موت الخطيئة الى حياة القيامة والمسك اه الحياة الابدي الحياة يعني القيامة قوة جبارة جبارة معنا اتصال استاذة مارسة ألو معنا استاذة مارسة ولا فقدنا الاتصال يا استاذة مارسة يا ظاهر او مش معنا بقى اتخرنا عليها استاذ سامح معنا استاذ سامح اهلا بيك حبيبي طلط العمر لك يا سيدنا ورب النجيم يفتك علينا بالمحبة والسلام معنا يا سيدنا شكرا يا حبيبي الف شكر الثلوس القبس يا سيدنا بعد اذنك معنى الثلوس الأقدس معنى الثلوس الأقدس هو واحد في الثلوس وثلوس هو واحد اه يعني الله الواحد المثلث الأقانيم الله قدوس الله قدوس وكل أقنوم فيه قدوس يعني الآب قدوس والابن قدوس والروح القدس اسمه الروح القدس قدوس يعني فالثالوس القدوس اللي هو يملك القداسة ومصدر القداسة ولا أنت معنا ما زالت معنا؟ ولا أنت توصد شرح الثالوس إزاي الله ثالوس؟ لا ثالثة كنيم واحد واحد في الطبيعة واحد في الطبيعة واحد في الطبيعة لهوت واحد وطبيعة واحدة يعني الآب والابن والروح القدس لهوت واحد طبيعة إلهية واحدة عشان كده احنا نؤمن بإله واحد بس الآب ده المصدر أو الينبوع والابن المولود والروح القدس المنبثق زي الشمس يعني المثال الشمس بيوضح شوية أرس الشمس بيولد أشعة وتنبثق منه حرار والأشعة بتحمل الحرار لكل من على الأرض لكن هي شمس واحدة كمان عشان كده نقول جوهر واحد أو إله واحد معنا أمو كورولوس أيوه أهلا بيكي أنت مع سيدة أهلا بيكي هو هنا أهلا أهلا بيكي أهلا بيكي سيدنا كنت عايز أطلب بس من قدسك صالة لابني كورولوس سنوية عامة أيوه ومش بيحب يقف يصن خالص وبيستعجل على الصنة وخليه حب ربنا يعني دايما أحكي له مواقف حلوة من الكتاب المقدس أنا كنت ابتدت أتكلم عن لمسات إلهية يعني لمسة قبول الخطية المرأة الخطية المعروفة في المدينة وقابلته في بيت سمعان الفريسي لمسة إخراج الشياطين من بنت المرأة الكنعانية يعني لمسات إلهية جميلة فحكي له كتير عن محبة ربنا وعن مواقفه الجميلة مع البشر وطبعا مع الأنبياء والأباء وكده القصص كثيرة يعني يوم معنا أستاذ حشمت ألو أستاذ حشمت أهلا بيك تفضل معك سيدنا تفضل بسؤالك شكرا أستاذ أهلا حبيبي تفضل أهلا وسهلا نقبل إليها دي سيدنا أهلا وسهلا السؤال يا سيدنا من فضلك لماذا أضيفت لفظة أو كلمة وذاقة إلى القداش الإلهي أعلم أنه بالبحث عن الكلمة في الأربعة المجيل أو في رسالة المعلمة بولوس ما نتهاش لا هي مش أضيفة هو ده تقليد تمام التقليد بيكمل المكتوب يعني التقليد هو الإنجيل الحقيقي يعني تمام لأن الرسل شافه كتبه يعني في التقليد وذاقة علشان بدليل أنه قال للتلاميذ لا أعود أشرب من نتاج هذه الكرمة إلى أن أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي هذا دليل أنه فعلا ذاق سيدنا برضو في قول القديس مرئيس حاق عن الصلاة أن نعمة الله تقف على دوامع عن بعد وتركب الإنسان أثناء الصلاة فيذا تحرك فيه فكر اتضاع فإنها في الحال تدن منه ومعها ربوات المعونة آه يعني بمعنى أن الإنسان المتضع مسكن لله يعني الإنسان المتواضع الله يحب أن يظهر فيه لأن السيد المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم فالإنسان المتواضع ربنا يظهر فيه آه ربنا يعني بيشوف الإنسان المتواضع ويدينه نعمة زيادة يسنده بالنعمة أيوة يعطي المتواضعين نعمة آه يقوم الله المستكبرين والمتدعين يعطيهم نعمة نعمة يعني عطية يعني إضافة يعني قوية سيدنا المزمور السادس يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني يا رب فإني ضعيف اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي انزعجت جدا هنا بقى المزمور دوات يعني من مزامير التوبة اللي برضو داود النبي بيتكلم فيها بقى المزامير اللي فاتت كانت فيه اضطهادات من الخارج لكن هنا الاضطهاد بقى من الإنسان نفسه أنه وقع في الخطيئة الإنسان وقع في الخطيئة بيقوله يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني في إني ضعيف اشفيني في إن عظامي قد اضطربت ونفسي انزعجت جدا هو لا يرفض التبكيت بس مش بالغضب يعني يقوله ما تغضبش علي وبكتني لا تبكتني بغضبك أنا مش أقد غضبك يا رب ولا تؤدبني بسخطك أدبني بس مش بالسخط يعني لا يرفض التبكيت ولا التأديم ولكن بالحب يعني الإلهي يقوله بمحبتك اعمل اللي انت عايزه يعني أنا ضعيف مش هستحمل أكثر من كده اشفيني كما لو كانت الخطيئة يعني مرض طبعا ده هي أساس كل الأمراض يعني المرض لم يوجد في حياة الإنسان إلا بعد الخطيئة يعني لم يذكر عن آدم وحواء قبل السقوط إنهم مريضوا طبعا مش بالضرورة كل إنسان مريض يكون أخطأ لا أنا مش قصدي كده لكن قصدي إن المرض لم يوجد إلا نتيجة خطيئة لما دخلت الخطيئة يعني إلى العالم وبالخطيئة الموت واللي بيوصل للموت المرض وكانت النتيجة عظامي قد اضطربت يعني تعب جثماني ونفسي انزعجت جدا يعني الخطيئة تأثر على الجسد وعلى النفس يعني تأثير جثماني ونفسي يعني الجسد والنفس بيتأثروا يعني طيب سيدنا لا توبخني يا رب بغضبك بمعناها بل يا رب كأب أنت يا رب بكتني كأب مع ابنه هو ربنا دايما كان يحب الحوار يعني تحاور مع إبراهيم أبو الأباء تحاور مع أرمية مش كده أرمية النبي في حوارات كثيرة بين بشر أتقياء أبرار حلوين وربنا ربنا ما يتضيقش ابن الحوار لكن يزعل من اللي يديله ظهره في ناس كتير قوي لم تحس أن ربنا تخلى عنهم بفعل شيطاني وربنا لم يتخلى لكن ده تأثير الشيطان يعني الشيطان أثر في الإنسان وأقنعه أن ربنا سابه فبتكون النتيجة بقى أنه ما يحسش بقى بمحبة ربنا في التأديب أو التبكيد يعني أو العتاب يعني عشكرا برضو يحنى الدرجة قديس يحنى الدرجة يقولها العين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد جميلة يعني العين الباكية معمودية معمودية جديدة معمودية للتوبة يعني تعطي حياة التوبة نوع من الحياة يعني زي ما المعمودية اللي في سر المعمودية يعني بتدي حياة أبديل بتدي حياة التوبة يعني برضو الإنسان اللي يدمع وهو بيقدم توبة إنسان حاسس بربنا ولوها مشاعر حلوة عشان كده العين اللي تغلب ربنا هي العين الباكية لحولي عني عيناكي لأن عيناك قد غلبتاني فالعين اللي تغلب ربنا هي العين الدامعة قلوا أنت يا رب فإلى متى عد ونجي نفسي وأحييني من أجر رحمتك لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك هنا بيرفع الرحمة لمستوى الحياة أخذ بالك يعني الميت بالخطيئة الرحمة تقيمه تحييه بالتوبة لأن التوبة قيامة برضو فالرحمة اللي تخلي للإنسان فرصة أن يقوم بالتوبة كلام جميل أوي الحقيقة وطالع من مشاعر عميقة حقيقية وصادقة يقول له عد يعني إشارة إلى حضور النعمة مرة تانية رجع لي تاني يا رب رجع لي النعمة مرة تانية أيها أنت يا رب فإلى متى عد ونجي نفسي بس عد دي برضو تفيد الترك أنه هو ساب أي أجعلني أعود أجعلني أعود ترك نتيجة الخطيئة والعود ده نتيجة الرحمة وقبول التوبة جميلة أوي الحقيقة مشاعر داود النبي يقدم لنا طريقة جميلة أوي للتوبة وللشركة بين الإنسان الخاطي والله القدوس يقول له أحييني من أجل رحمتك أنا ما استحقش أن كان علي ما استحقش خلاص ليس لأجل استحقاقي أنا بل من أجل رحمتك من أجل رحمتك قاله تعبت في تنهدي وعوم كل ليلة سريري وبدموعي قبل فراشي تحكرت من الغضب عيني شاخت من سير قعدين عمال بيبكي في ناس ساعات كان فيه صلوة الأب قديس في بستان الرهبان بيقول إن احنا ساعات نقول كلام في المزامير لكن مش موجودة اللي بيقول كده وهو بيصلي هل عوم فراشه بدموعه فعلا؟ طبعا الرد على كده إن احنا بناخد خبرة لشخص عمل كده اه طبعا يعني الشرط أنا أعمل كده علشان أقول كده ما ده ما بعرفش أبكي في الصلاة يبقى ما أصليش المزمور ده مش ما أقوله فده يعني كان بس عشان لو حد أرى الكومنت بتاع الأب في البستان دي يبقى يعني فاهم الرد إيه يعني إنه مش بالضرورة أغرق فراشي بدموعي علشان أقول المزمور ده لا ده المزمور فيه حاجات تانية كتير قوي غير حتة الدموع دي ده الدموع ده مجرد أو دليل يعني مجرد دليل لكن المهم القلب فيه إيه؟ فيه حب ربنا فيه الرغبة في العودة إلى الله فيه حب القيام من السقوط حاجش يحب يتنه ساقط يعني ودايما في الليل تعبت في تنهودي عام كل ليلة سريري فبالليل باستمرار أو أول ما يحط الدموع على المخدة يبتدي يفتكر فيتأثر فيدمع فدي مشاعر توبة يعني حتى وهو بيميل إلى الراحة يفتكر خطيته ويقدمته حيث الله يراه إنسان بالليل بقى يعني علاقة خاصة بينه وبين ربنا لازا كان حد نايم معاه في القوضة اللي يبعده عني يا جميع فعيل الإثن لأن الرب قد سمع صوت بكاء سمع شوف البكاء مسموع حتى البكاء اللي الصامت له صوت عند ربنا يحس بي يعني المزمور ده بيقدم أحاسيس معينة ما فيش حد يحس بيها إلا ربنا بس يعني ممكن الأب والأم يحسوا بولدهم آه بس مش بالدرجة دي يعني مش بالنوعية دي يعني فجميل الحقيقة المزمور رائع قولا الرب سمع تضرعي الرب اللي صلاتي قبل يعني لو الشيطان حاول يفهمنا ربنا رفضه بيقول لا ربنا قبلني وقابل تبتي فلياخذى وليضطرب جدا جميع أعدائي اللي هم بقى الشياطين ومعاونيهم اللي هم مصدر عثرة يعني وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا سريعا دي مهم يعني مفيش مماطلة يعني يعني عمل ربنا قوي محدش يقدر يماطل مع ربنا جميل سيدنا ايه علامات التوبة الحقيقية يعني ان انا اترك القرار بعدم تكرار الخطيئة دي اول دليل للتوبة في قرار بعدم العودة للخطيئة وتاني حاجة كراهية الخطيئة انه يكرهها لأنه طول ما هو بيحب الخطيئة هاي يكرر؟ طبعا وتالت حاجة بقى كل ملابسات التوبة الدموع والركوع والصلوات والتذلل أمام الله كل ده بقى يعني دليل يعني ترك أصدقاء السوق وكل علاقة بعد عن مصادر الخطيئة طبعا ما ترك الخطيئة ومصادرها يعني تمام قديس متى ترك مكان الجباية اه 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 مسمع صحيح قديس زكى ترك أمواله يعني أعطى نصف أمواله للفقراء وإن كان قد وشى بأحد بمبلغ يرد أربعة أضعف معني الشريعة مقلتش كده يعني يقول ابعدوا عني يا جميع فعيل الإثم اه يعني لازم أبعد عن أصدقاء السوق دول الشياطين الشياطين ومساعديهم يعني لو في حد من البشر ابعدوا عني يعني مش هتلاقوا فيي تجاوب ولا قبول مرة أخر خلاص الباب تقفل بيني وبينكو يعني دايما يقول سمع رب صوته تدراعي ده السلاح بتاع داود هو الرجاء في الصلاة إنه حاسس باستجابة ربنا طالما ربنا سمعه واستجاب له خلاص بقى يبقى بيتحقق كل طلب هو قاله ثقة جميلة ونصليه في باكر عشان نتذكر قبول الله لطبيتنا في كل وقت أيوة ومع بداية اليوم ودي بده تنبهنا خلال اليوم إنه إحنا ما نغلطش بدل ما يجي آخر النهار وابكي يعني يبقى من الأول الواحد يبعد عن الخطيئة ويحاول إنه ما يقربش منها ما يطوعش الإغراءات والمحاولات الشيطان وأعوانه إنهم يجذبوا الإنسان للخطيئة سيدنا طب يعني نصيح نيافتك الإنسان يعني مش مواظب على الصلاة آه يبتدي بقى وما يفصلش يقول طيب نأجل كده نص ساعة هصلي اللي يأجل يلغي ما يأجلش يقول الآن أقوم الآن أقوم زي ما داود بيقول يعني فعلى طول ما يفصلش في الصلاة الحاجة التانية إنه يحس إنه محتاج يكلم ربنا ومش هيلاقي كلام أقوى من كده يقوله قدام ربنا فبيلاقي فرصة جميلة يتكلم فيها مع ربنا ربنا أعظم العظماء الواحد ساعات يتمنى إنه يلتقي بأحد العظماء علشان يتكلم معاه دا ربنا دا أعظم العظماء فيش زي يعني الصلاة فرصة إنه نقابل أعظم العظماء طبعا نزمرين جمال جدا نشكر أدسك على الأسئلة شكرا سيدنا قلت أخير الجمال لحنا تأمنا فيها تعني أفتك شكرا سيدنا وشكرا ربنا شنودة وشكرا لأسرة البرنامج شكرا لكم أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم كونوا معافينا في الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر